أهلا بكم في النشرة الاقتصادية احتساب قيمة استهلاك الكهرباء وفق التعريفة الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأول من نيسان المقبل والتي تضمن تقديم دعم للمسجلين على المنصة الخاصة للحصول على دعم التعريفة الكهربائية تساؤلات مطروحة في الشارع الأردني في وقت تؤكد الهيئة أن قيمة الفواتير لغير المسجلين على منصة الدعم ستتضاعف من ثلاث إلى خمس مرات مع اقتراب العمل بالتعريفة الكهربائية الجديدة في الأول من نيسان تكثر التساؤلات عن آلية احتساب قيمة استهلاك الكهرباء للمنازل وفق التعريفة الجديدة التي تضاف لها الرسوم الثابتة والمتغيرة وصولا إلى قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية فإذا كنت من المستحقين للدعم وكان حجم الاستهلاك ضمن الشريحة من واحد إلى ثلاثمائة كيلو وات ساعة فإن التكلفة خمسون فلسا وتحصل على دعم إضافي بواقع دينارين ونصف الدينار إذا كان الاستهلاك بين واحد وخمسين إلى مئتي كيلو وات ساعة وإذا كان الاستهلاك بين مئتين وواحد كيلو وات ساعة ولغاية ستمائة كيلو وات تكون التكلفة مئة فلس لكل كيلو وات ساعة مع دعم إضافي بواقع دينارين ومن زاد استهلاكه عن ستمائة كيلو وات ساعة تكون التكلفة في هذه الشريحة مئتي فلس ويتم احتسابها بنفس الطريقة ولا تحصل على دعم إضافي على قيمة التعرفة ولكن تستفيد من التدرج في احتساب التعرفة أما إذا كنت من المستحقين للدعم ولم تسجل على المنصة الخاصة في دعم التعرفة الكهربائية فستخضع للتعرفة غير المدعومة والتي ستضاعف قيمة الاستهلاك فالشريحة الأولى من واحد إلى ألف كيلو وات ساعة تكلفتها مئة وعشرون فلس وإذا زاد الاستهلاك عن ألف كيلو وات ساعة فتكون تكلفة الشريحة مئة وخمسون فلس وفي السياق ذاته أكدت المسؤولة الإعلامية باسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تحرير القاق أن منصة التسجيل للدعم ستبقى مفتوحة بعد تاريخ الأول من نيسان فيما يتم العمل حاليا لفتح المجال للطلبة والعاملين في المحافظات خارج أمكينة سكنهم الأصلية والمستفيدين من أنظمة الطاقة الشمسية للتسجيل للاستفادة من الدعم تسجيل عبر المنصة سيبقى مستمرا والسبب إمكانية قد يتم تعديل البيانات المتعلقة بالدعم مثلا تغيير السكن وبالتالي تغيير العداد حتى يتمكن المواطن أو المشترك المستفيد من تغيير وتعديل بياناته بالإضافة للمشتركين الموجودين أو الأردنيين الموجودين خارج المملكة حتى يتمكنوا من التسجيل بعد عودتهم توجيهات اللي صدرت مؤخرا سيتم شمول أو منح أكثر من عداد مدعوم للأسر التي لديها أبناء دارسين أو أحد أفراد الأسرة يدرس أو يعمل خارج المحافظة وأيضا لمالكي أنظمة الطاقة المتجدد الصغيرة أيضا سيتم شمولهم بالتعرف الكهربائي المدعومة بالطبع تم التنسيق مع المعنيين في الجهات المختلفة للتسهيل عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتسجيل اليوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقوم بعملية تعديل الموقع الإلكتروني بما يسمح لهذه الفئات بأنها تدخل على التطبيق وتسجيل عادة أعتقد أنه مالكي العقارات هم برحبوا بأنه يكون العداد مسجل باسم المستفيد لأنه من يسجل العداد باسمه بيكون هو اللي متحمل مسؤولية هذا العداد سواء من حيث القيم أو المبالغ اللي بتكون مترتبة عليه وأيضا من حيث في حال صار عليه عباث أو أي مشاكل يعني يفترض أو من الأفضل أن يكون من ينتفع من هذا العداد هو اللي مسجل العداد باسمه ولكن زي ما ذكرنا هو ليس مطلب باستثناء الحالات الجديدة تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لليوم الرابع نقاشاتها في الديوان الملكي بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن قطاعات اقتصادية واعدة للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات ويركز الخبراء خلال مناقشاتهم على قطاعات الصناعة الغذائية كقطاع فرعي من القطاع الصناعي الذي أضيف حديثا للورشة والتعليم المهني والتدريب التقني الذي يندرج تحت قطاع التعليم وسوق العمل والاستدامة والتغير المناخي ضمن قطاع التنمية الحضرية وخدمات التصميم والإبداع التي يتضمنها قطاع الصناعات الإبداعية المشاركون في الجلسة الأولى ركزوا على تحديد واقع كل قطاع والفرص المستقبلية الممكنة ووضع قائمة رئيسية بأولويات القطاع المستقبلية المحتملة وفي الجلسة الثانية جرى تقييم اتجاهات القطاع الرئيسية في المستقبل وتحديد رؤية كل قطاع على حدة إلى جانب وضع أولويات النمو الاستراتيجية للقطاع أما الجلسة الثالثة فحدد المشاركون فيها التغيرات والإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق أولويات النمو في المرحلة المقبلة هذه الورشة لها عدة أهميات أهم شيء بهذا الورشة أنه قدرنا نجمع القطاع الخاص والقطاع العام والأكاديميا مع بعضها البعض لوضع خطة حقيقية قابلة للتحقيق يرعاها بيت الأردنيين والديوان الملكي ولها ضمانة بالاستمرارية لأن أحد معيقات وأهم معيقات النمو الاقتصادي الأردني هو كثرة الخطات وعدم التطبيق ما تم خلال هذه الأربع جلسات حتى اليوم هو رصد للواقع والتحديات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية رسم لخطة الطريقة المستقبلية وبدأنا بالفعل نضع الممكنات وكيف نصل إلى تطبيق هذه الرؤية على مدار عشر سنوات القادمة نتحدث هنا عن ثلاثة محاور المحور قصير الأمد اللي يتوقع أن يرى نتائجه قبل أقل من سنتين والمحور متوسط الأمد اللي سيستمر حتى ربما خمسة أو ستة سنوات عالميا لو تشوفوا حتى بالريجن بيركسوا على قطاع السياحة للتنمية الاقتصادية وخصوصا حتى في دول لديها مصادر أخرى يعني كالبيترول وإلى آخر لأنه عارفين أنه هو أكبر مشغل للعمال وهذه هي مشكلتنا الحقيقية فإحنا عندنا مشكلتين عندنا منتج غير مطور يعني بالعموميات وليس منتج واحد الأردن لديها يعني عشرات المنتجات المتنوعة بالقطاع السياحي وعندنا معيقات ارتفع حجم الطلب على وذور القمح والشعير في العام الحالي إلى أكثر من ثلاثة آلاف طن وبنسبة خمسين في المئة مقارنة بالأعوام السابقة المؤسسة التعاونية الأردنية أرجعت ارتفاع الطلب إلى انخفاض سعر بيع البذار لهذا العام إلى جانب ارتفاع سعر الشراء من المزارعين عند حصد المحاصيل إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أعادت الرغبة للمزارعين للعودة إلى زراعة الحبوب فيما أشار مركز للبحوث الزراعية إلى أن الزراعة الأصيلة للمحاصيل الحقلية للحبوب قد تسد حاجة الأردن بنسبة خمسين في المئة لمادة الشعير فيما تصل إلى ثلاثين في المئة للقمح إذا ما تمت زراعة كافة المساحات الصالحة للزراعة في الأردن أسعار الأسعار التي نشتريها من المزارعين لمحصول القمح والشعير القمح خمسمائة دينار للطن والشعير أربعمية وخمسين واستنهاي بيعنا ورجعنا بيعنا لهم القمح بأربعمية وخمسين والشعير ثلاثمية وسبعين بدعم تقريبا خمسين دينار هذا فقط بالسعر غير التكلفة التي تتحملها أيضا الحكومة من خلال المؤسسة التعاونية بموضوع تكاليف الغربة والتعقيم حسا إذا بدنا نحكي المساحة الحالية صدر لنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تقريبا لا تتجاوز ثلاثة بالمئة والنسبة للشعير لا تتجاوز سبعة بالمئة من احتياجاتنا السنوية لكن إذا تم استخدام الأصناف المحسنة والمعتمدة حديثا استخدام دورة زرائية حقيقية إضافة أسمدة زيادة المساحات المخصصة للري والآن مشروع الاكثار انتهج نهج من ثلاث سنوات على زيادة المساحات المخصصة في هذا الموسم تم تعاقد ما يقارب ثمن تلاف دنم من القمح من الأصناف المعتمدة من القمح والشعير في مختلف أنحاء المملكة حتى نزيد المساحة المزروعة من القمح والشعير